العلاج المبهر للأمراض المستعصية باستخدام مواد مستخلصة من سمكة السلور أو الشم أنوان المحاضرة العلمية التي ألقاها عضو هيئة التدريس في قسم العلوم البيولوجية وعميد كليات العلوم بجامعة الكويت الباحث جاسم الحسن حيث استعرض عدة مواضيع خلال المحاضرة بعض الأمراض التي تعالج بواسطتها كتسريع التئام الجروح هذه سمكتنا محلية واتينا هنا عشان تتكاثر فإذا قضينا على مصدر يمكن ينقض ملايين الناس من أمراض عديدة ويعني أعد عليك علاج أمراض الجهاز العصبي اللي في كثير من الحالات ما لها علاج الآن عندنا أمل كبير جدا في علاج عدة أنواع من السرطانات علاج الالتهابات علاج قروح السكري عندنا الآن قاعد نبتدي أو بدأنا يعني تونق ريب على المناعة أنا ما أقول لا تاكلونها لكن أنا أعتقد أن الحرارة تأثر على بعض المواد اللي فيها مثلا البروتينات تتجلط لما أو يعني تغير تركيبها يعني خلنا نقول الثلاثة الأبعاد